لوكا مودريتش مبارح ضد البرازيل عمل ماتش روعة قدم دروس قروية في غاية الجمال تعال نشوف حبة صغيرة من الدروس القروية اللي قدمها مودريتش مبارح بص خدها قاعدة مودريتش دايما بيلعبك بجسمه دايما بيعوزك تضغط في أماكن معينة وبيسحبك في الأماكن دي وبعدين بيحرك الكرة في مساحة تانية خلص موجودة في الملعب وانت ما بتبقاش عارف المساحة دي فهنا مودريتش سحب فريد عمله حاجة اسمها الاتراكتو تسكيب انا بسحبك عشان اهرف في المساحة اللي انا شايفها انت بس شايف الكرة مش شايف المساحة بص هنا مودريتش لعبه بجسمه ازاي في الأول كان رايح بشكل جانبي بعد كده بيعمل حركة مفاجئة بجسمه بيحرك الكرة جوه المساحة وهنا فريد مايلحقش ان هو يشوف المساحة اولا تاني حاجة مايلحقش يشوف رد فعل مودريتش لانه بيكون سريع جدا وهنا مودريتش بص عدة من فريد هنا هو فريد ما شافش المساحة وكان شايف الكرة واتفاجئ باللي عمله مودريتش بشكل سريع جدا جوه المساحة هنا خليك فاهم دايما ان اي تمرير جانبي ده من محفزات الضغط فالتمريرة الجانبية هنا اللي كانت رايحة لمودريتش حفز الضغط فينيسيوس تعال نشوف بقى مودريتش بيتعامل ازاي مع تحفيز الضغط ده مودريتش دايما بيعمل سلوك استكشافي كده قبل ما يستلم الكرة او قبل ما يعمل اللمسة الاولى للكرة فهنا شاف وضع فينيسيوس وهو بيضغطه بالتالي مودريتش ملمس الكرة لمسة اولى هو ساب الكرة تمشي عادي بشكل جانبي عشان يبعد ضغط فينيسيوس على الكرة نفسها يبعد الوضع بتاع مطاردة الكرة بالنسبة لفنيسيوس واول ما يسيب الكرة تتحرك هو دلوقتي عنده وقته ومساحة كافين انه يعمل سلوك استكشافي تاني بحس ايه يشوف زميله فين عشان يمرر يعمل قرار تقدمي بالكرة وبالتالي لو فيه فعلا زميل قريب ورجل حر هيبتدي ان هو يمرر طب لو ما فيش يبتدي لعبك بجسمه بقى يقولك انا هباصل قدامه او هعمل باصة تقدمية وبالتالي هو اصلا بيلعبك برجله اليمين مش اكتر هو يحرك الكرة في المساحة لان ما فيش زميل يجي يستلب منه الكرة هنا وبالتالي فينيسيوس يتضعك عليه في اتجاه التمرير يجي يضغط عليه في الاتجاه ده هو مودريتش مش هيمرر في الاتجاه ده بص مودريتش هيعمل ايه هيحرك الكرة وراء وبالتالي يقدر هنا يقاوم الضغط ويحط للك جسمه ويبعد الكرة عنا خالص ويبتدي ان هو يرجع الكرة وراء طيب تعال نشوف هنا مودريتش يستلم وبيعمل تمريرة تقدمية ما بين خطوط البرازيل وابتدى فعلا زميله يستلم هنا التمريرة بص استلمها ازاي استلمها ما بين الخطوط يعني مودريتش هنا عمل تمريرة قصر بيها اتنين لعبة من البرازيل فاتحين الخط بتاعهم الفكرة هنا ان مودريتش مش بيدرب التمريرة ويسكت ده الراجل بيتحرك بعرض الملعب عشان يشوف مساحة يتمركز فيها ما بين خطوط البرازيل لانه هو قدرك اساسا ان خطوط البرازيل مفتوحة بص هنا الخط الواسع ده مودريتش التده يعمل اسكان ويشوف المساحة اللي ما بين الخط ده ويتحرك خلالها دي بقى اللي بيسمها في الكرة عملية تحضير القرارات مبكرا بص بيعمل اسكان بيبص على لعب زميل ورايح في مساحة تانية عشان لما مودريتش يستلم من المساحة اللي عمل لها مسح بصري ورايح لها دلوقتي يبقى محدد خلاص اتجاه التمريرة هتروح فين هو الراجل بيحضر قراراته اصلا او بيختصر الزمن عشان لما تجي له الكرة يعمل القرار وينجز مش لسه هيفكر في قرار عندك مودريتش يستلم هنا وعندك مودريتش يحط التمريرة لزميله اللي عمل له رصد وهو بيتحرك بعرض الملعب ناحية المساحة شفت التفاصيل دي كلها مودريتش بيعملها قبل ما يستلم الكرة اصلا مودريتش ما عندوش مشكلة لو فيه كذا لاعب قفل ممر التمرير العمودي ليه لانه عنده رؤية وعنده نظرة شايف اللعب الحر دايما موجود في اي ممر في الملعب وما عندوش مشكلة في الجو التقني اللي هي التمرير هتطلع ازاي بوش رجلي ببطن رجلي عادي انا بعرف اعمل كل انواع التمرير الممكنة واقدر اوصل لأي لعب حر موجود وصلت يورانوفيتش هنا على الاطراف في موقف واحد على واحد احنا متفقين قبل اللامسة الاولى مودريتش بيعمل ايه بيرصد الملعب عشان يشوف اللعب الحر اللي هيجي يستلم منه التمرير فهو مش بيحدد الاتجاه اللي هيحرك فيه الكرة قبل ما يرصد الملعب ويبتدي يحدد القرار من دلوقتي زي ما متفقين اللعب الحر ما ظهرش ابتدي ألعب بالكرة وألعب بجسمي بقى واروح بالكرة في المساحات وجنن اللعب اللي بيضغط علي وأوسع مسافتي ما بيني وبينه عشان نفتح ممر التمرير لللعب الحر اللي هيظهر في الوقت ده بالأخص تعالوا نشوف كرة الهدف بتاعت كرواتيا كده الكرة كان التحول سريع لكرواتيا ورايحة لمودريتش دلوقتي وفيه ضغط عكسي بيتطبق من اللعب البرازيل اللي بيضغط على مودريتش ده دلوقتي مودريتش هنا قبل ما يستلم الكرة بلحظات ابتدي يعمل اسكان ويشوف اللعب الحر بتاع كرواتيا بحيث انه هو هيمرر له كرة أول ما يستلم في نفس الوقت كان عارف انه فيه ضغط عكسي يعمل ليه يعمل حاجة اسمها الشيلدينج توسكيب هو بيحمي نفسه وبيحمي الكرة وبيقاوم الضغط العكسي ليه عشان يوصل لللعب الحر ده رقم واحد تاني حاجة عشان يعمل اقصاء لللعب اللي بيضغط ده ويمنعه من عملية الارتداد الدفاعي أصلا لان دي كرة تحول هجومي بستغل ان انا قاوم الضغط أولا تاني حاجة اعمل اقصاء لللعب اللي بتضغط بص المنظر ايه اللي حصل بص مدريتش يلف بيه ازاي عشان عمل حاجة اسمها الشيلدينج توسكيب حما نفسه وحما الكرة ووصل الكرة لللعب الحر هنا وابتدى يعمل اقصاء للعب البرازيل من المشهد تماما ما يقدرش ان هو يتحول دفاعيا خلاص وراحت الكرة فعلا مرتدة بفضل لوكا مدريتش بعد مقاوم الضغط وابتدت الكرة انها توصل لأوريزيتش أوريزيتش لعبها بالعرض ليه بيتكوفيتش وابتدى ان هو يسجل هدف التعادل عرفت ان الهدف كان كله تفاصيله من البداية لوكا مدريتش شيل لوكا مدريتش من مقاومة الضغط كده الهاجمة دي ما كانتش هتحصل لكرواتيا كرواتيا موجودة في نصف النهائي بسبب ليفاكوفيتش حرس المرمى وبسبب تفاصيل صغيرة بيلعب عليها لوكا مدريتش شكرا